السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعيكم في قناة معلومة فيدك اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعليه سيدنا محمد اهلا بكم اليوم سنعرض عليكم الفرق بين البكتونس والكزبرة الخضراء واهم فوضهما فتعبوا معنا تستخدم اوراق البكتونس والكزبرة بشكل كبير في المطبخ وهي تحظى بشعبية كبيرة بسبب مذاقها ونكهتها المميزة ونجد ان معظم الناس يواجهون صعوبة في معرفة الفرق بين الكزبرة الخضراء بسبب التشابه في شكل الاوراق والمذاق ولكن بالرغم من ذلك فان هناك اختلافات عديدة بينهما الفرق بين الكزبرة الخضراء والبكتونس بالشكل هناك بعض الاختلافات الشكلية بين البكتونس والكزبرة والتي تظهر للبعض انها بسيطة ودقيقة لكن عندما تعرف عزيز المشاهد سيسهل عليك التفريق بينهم تظهر سيقان البكتونس اكثر سماكة وعرض من سيقان الكزبرة تظهر اوراق الكزبرة بحجم صغير كما ان اطراف الاوراق من الاعلى تظهر على شكل قمم وباردة اكثر من تلك التي تظهر في البكتونس اللون تتميز الكزبرة عن البكتونس بان لون اوراقها الاخضر الفاتح بينما تجد ان اوراق البكتونس ذات لون اخضر داكن لا يحظى ان البكتونس غالبا ما تتماثل اوراقه في الشكل بينما يوجد بعض الاختلافات في شكل اوراق الكزبرة تختلف اوراق البكتونس ذات الملمس الناعم والسلس مع اوراق الكزبرة التي تتميز ببعض الخشون فيما المسها والاكم بعض الفواد التي سنعرضها في هذا الفيديو لكل النباتين لكن قبل ان نعرض الفواد عزيز المشاهد لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا يجب عليك استشارة الطبيب المختص وهذا لاستخدامك ثرامانا وخصوصا للمرأة الحامل والمرأة المردع البكتونس اولا ينقل كلتين من السموم فقوب من عصير البكتونس لديه القدرة على غسل الكليتين وتنقيتهما من السموم كما انه يقي المثان من العدوى يعمل عصير البكتونس على تقوية الجهاز المناعي في الجسم ما يساعد جسم في مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجم الجسم يحصن الهضم فقوب من عصير البكتونس افن لان يسهل عملية الهضم ويمنع تكوين الغازات الحمضية التي تؤدي لحركة المعدة يطهر وينق الدم نظرا لاحتويه على الكولوروفيل والفيتامينات والمكملات الغذائية الاساسية فان عصير البكتونس يكون بتنظيف وتطهير وتنقية الدم من السموم كما يمنع تكوين السموم في الدم مرة اخرى فهو يخفض ضغط الدم ويحافظ على معدله المتوسط والان سنعرض عليك عزيزي المشاهد بعضا لفوائد الكزبرة الخضراء اولا علاج الاسهال الزيوت الاساسية من الكزبرة تحتوي على عناصر تساعد الكبد على تحسين الهضم وبالتالي تساعد فيها الحد من الاسهال تزيل تقرحات الفم ويتنعش النفس الكزبرة تحتوي على مطهر قوي كما انه يحتوي على العديد من المكونات التي لها خصائص مضادة للجراثيم والشفاء تقليل ضغط الدم بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم فان تناول الكزبرة يساعد كثيرا عن طريق الجعل ايونات الكاليسيوم تتفاعل مع بعضها هذا التفاعل يساعد في تخفيف التوتر الوعية الدموية الكزبرة غنية بالمعادن مثل الفسفور والفيتامينات سي و اي ومضادات الاكسادة وكلها تساعد في الوقاية من اضربات الرؤية ويقلل من التوتر على العين تنظيف الكلى اوراق الكزبرة تحتوي على عناصر قادرة على ازالة السموم القوية وتعمل على تنقية الدم والانسجة والاعضاء والمعادن التي تستخدم للوقاية من مرض الزهايمر والسرطان والسكري لو وصلتنا لها الفيديو اتمنى الله عز وجل ان تكون يستفدت فضلا وليس امرا اشترك في القناة ودعمنا بلايك ليس لك كل جديد مفيدين ان شاء الله